موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الاسبوعية المتجدد دائما على كل خير حلقة جديدة من فقه الحياة شهدين الكرام لقد وقف كثير من العظماء والمفكرين في الغرب من غير المسلمين عبر التاريخ امام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موقف التعظيم لسيرته العطرة والاعجاب بشخصيته الكريمة وايضا الاشادة بموقفه ومبادئه لذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم بصفاته واخلاقه الكريمة محلا لاهتمام العديد من هؤلاء العلماء وتحدث في خلقه وعظمته صلى الله عليه وسلم الكثير من علماء الغرب لكن في المقابل كان هناك منهم من حاول النيل من نبينا الكريم وايضا من سيرته ومن سنته وحتى من القرآن الكريم ما بين الفريقين نقف معكم في هذه الحلقة نطرح واحدة من القضايا المهمة جدا خاصة بالنسبة للشباب اليوم نتحدث عن صورة الإسلام وصورة نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عيون الغرب هذا الموضوع يطرح أسئلة كثيرة أخرى تفصيلية نطرحه على ضيفنا الكريم الذي نشرف به في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف والذي نحييه بداية وأدعوكم للترحيب به معي أهلا بك يا دكتور أهلا أهلا أستاذ أحمد أستاذ حضرتك معنا وأنا سعيد بلقائي مع حضرتك منذ فترة أهلا بك أسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما إن شاء الله يعني مرة أخرى يجمعنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصيرته العطرة في هذا اللقاء إن شاء الله يعني نتمنى لك التوفيق في طرح بعض الأفكار المهمة جدا في هذا السياق أستاذنك في الخروج لفاصل قصير ثم نبدأ معك الحديث في هذا الموضوع الغاية في الأهمية فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أحييكم وشاهدين الكرام وأجد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف أهلا بك مجددا أنا ودكتور أهلا أهلا أستاذ أحمد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزة الحسنات يا رب العالمين اللهم أمين حضرتك واحد من علماء الأزهر الشريف الذين لهم إسهامات كبيرة جدا في هذا السياق وهذا الملف أزعم أنه محل اهتمام ربما خاص من قبل حضرتك يعني للبحث فيه ومحاولة الذود عن نبينا الكريم وعن سنة المطهرة وعن بعض القضايا المرتبطة بالإسلام فأعتقد أنه حضرتك واحد من خير من يتحدث في هذا الموضوع لا نزكيك على الله فإذا ما بدأنا بعض الأسئلة التمهدية أو بعض النقاط التمهدية لكي يكون ذهن مشاهدين أيضا حاضرا معنا في هذه القضية عندما نتحدث عن الإسلام والمسلمين ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في عيون الغرب فأعتقد أنه نذهب مباشرة إلى ملف المستشريقين والاستشراق لذلك من المفيد أن نعرف ما الذي نعنيه بالاستشراق أو المستشريقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرة أخرى أدعو الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات أن يكون شاهدا لنا لا علينا ونقول اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل هو لك فخالطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين شرف كبير أن يكون الحديث عن خير الأنام محمد عليه الصلاة وأتم السلام هذا النبي العظيم الذي أعطاه ربه صفوة آدم ومولد شيث وقوة نوح وهيبة سليمان ووقار إلياس وزهد عيسى وجمال يوسف وعلم الخضر صلى الله عليه وسلم فحق أن يقال له أو يقول له المولى أن يقول له المولى تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صاحب هذه الأخلاق الطيبة المباركة ليس بعجيب أن نتحدث عنه بل شرف لنا أن نتحدث عنه شرف لنا أن نستنشق عبير تاريخه وسيرته صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ وهذه السيرة العطرة التي نبهنا إليها المولى عز وجل في كتابه العزيز وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلابد أن نقترب من دراسته لابد أن نعرف ماذا قيل عنه لابد أن نعرف ماذا قالوا في حقه صلى الله عليه وسلم هل ما قالوه حق أن باطل هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية عادية من شخصيات التاريخ لقد فجئنا بأن أكابرهم يكتبون عن عظمة رسول الله ويجعلونه في المرتبة رقم واحد في العظمة صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الذين أتحدث عنهم الأهل الاستشراف فالاستشراق أساسا كما سألت حضرتك إيه هو الاستشراق هو دراسة علوم الشرق أيًا كان الشرق ليس الشرق الإسلامي فقط إنما قد يكون دراسة علوم أهل الصين اليونان الحضارات الشرقية بأكملها بما فيها الإسلام الشرق بتصنيفاته الأقصى والأدنى والأوصى نعم من هو المستشرق هو الرجل الذي تخصص في هذه الدراسات طب أي تخصص ينفع واحد يدرس أي حاجة يبقى مستشرق لابد أن يكون متخصصا تخصصا دقيقا خاصة إذا كان أكاديميا ولذلك فيهم من نجح في دراسة الاستشراق وكتبهم أبهرة الدنيا هل يعني ذلك أنه الاستشراق في مجمله انطلق على أرضية أنه بيتعرف على الآخر وكأنه يحقق أحد الأهداف التي حثان عليها الإسلام ورب العزة جعلنا شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفه نعم هل هذا هو المنطلق بالنسبة للإستشراق هذا هو ما يجب أن يفهم البعض يظنوا أن الاستشراق دراسة علوم الشرق المسلمين فقط الاستشراق جاء ليدرس قضايا ممكن تكون اجتماعية ممكن تكون فكرية ممكن تكون تاريخية ممكن تكون جغرافية ممكن تكون اقتصادية ممكن تكون عسكرية بالإضافة إلى القضايا العقدية القضايا التشريعية قضايا السنة قضايا التفسير إلى غير ذلك إذن الاستشراق جاء من باب الدراسة وليس من باب أنه جاء ليهاجم مباشرة هذا هو الإعلان الظاهر هذا هو الإعلان العام والذي يجب أن نفهمه أنه أي مستشرق بيدرس علوم الشرق هو مستشرق ودراسة الغربية لعلوم الشرق هي استشراق نؤكد على هذا لكن الذي أخذ حيزا كبيرا في الدراسة وتعرض الأكثرية منه للنقد هي الدراسات الإسلامية الدراسات الإسلامية خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تعرض للنقد وفي المقابل تعرض للمدح هل ممكن نسأل لماذا ذلك؟ يعني لماذا حضي حضي الإسلام والمسلمون بهذا الكم الكبير من الدراسات الإسلامية؟ لها أسباب موجودة في أوروبا نفسها الغربيين عند الغربيين أنفسهم وجدوا في يوم من الأيام أوروبا كانت يعني كان الظلام يعم أوروبا لدرجة أن العصور سميت عصور إيه؟ الظلام الظلام عصور الظلام ثم جاءت النهضة في عصور الظلام هذه كانت الجامعات الغربية أو بلد زي أسبانيا مثلا على سبيل المثال لا تدرس فيها إلا علوم المسلمين هل تدرس علوم المسلمين في أسبانيا في الغرب؟ تدرس في العقيدة فقط؟ في الفقه فقط، في التفسير فقط، في كل العلوم في الفلسفة، في الطب، في الكيمياء، في الهندسة أكابر علماء العالم هم المسلمون بهروا أوروبا فبدأت أوروبا تسأل ما سر هذا التقدم؟ وبدأوا يبحثون عن بلاد الشرق خاصة بعد أن يعني تعرض المجتمع الإسلامي للأفول وتعرضت الحضارة الإسلامية للنهب والانحطاط ووقعت الحضارة الإسلامية في أوروبا بأسباب معروفة ضمنها يمكن من ضمن الأسباب المسلمون أنفسهم هم الذين يعني خربوا بيوتهم بأيديهم لا بأيدي غيرهم بسبب التنازع والشقاق فبدأ هؤلاء يسألون إيه سر الحضارة؟ إيه سر التقدم المسلمين؟ كان ده واحد في يوم من الأيام أرسل أحد أمراء المسلمين في أسبانيا أرسل قرطبة أرسل ساعة دقاقة بالماء لإمبراطور بريطانيا أو إمبراطور فرنسا نعم الرجل حينما يعني رأى هذه الساعة وهي كانت تدور بالماء وأهديت إليه بعد أخذها يجري من خوفا منها ظن أن بها شيطان يحركها هذه أوروبا التي كانت في عهد يسمى عهد الظلام وكان المسلمون هم الذين يشعون بالنور في أوروبا أنا لم أقل هذا تعصبا إنما علماء الغرب أنفسهم قالوا هذا الكلام يعني ويلد يورانت لما يتكلم عن حضارة الغرب غستفلي بون حينما يتكلم عن تقدم المسلمين وإن أوروبا الذي مدنا هم المسلمون حينما نرى واحد زي برلاندي شو الذي يكتب ويقول إن أوروبا الآن في حاجة إلى الإسلام ويجب أن تسارع إلى الإسلام نعم ويكتب هذا في صحائف وجرائد وينشر آخر ما قيل هذا في صحيفة هندية نعم ويترجم باللغة الإنجليزية واللغة العربية واللغة الهندية أيضا نحن إن شاء الله سنأتي إلى كيف يعني يبدو الإسلام والمسلمون في عيون الغرب بشكل أكثر تفصيلا ويتوقف أمام هذه الشهادات لكن المهم عند الآن بداية الاستشراق أعيد صياغة ما تفضلت حرك بذكره وصوب لي أيضا يعني أن الاستشراق هدفه المعلن هو دراسة الآخر نعم ونحن نتحدث بشكل خاص هنا عن المسلمين وهو محل النقاش مع حضرتك لكن في القلب أو في الباطن من هذه الدراسات هناك أمور أخرى ليس فقط معرفة الآخر ولكن تحرك أهدف أخرى ربما النيل من الإسلام أو المسلمين تغيير بعض الحقاق أو ثوابت لدى الإسلام والمسلمين هل هذا صحيح؟ صحيح بس أنا قبل ذلك أمر بالتاريخ السريع نعم متى بدأت هذه الدراسات لبلاد الشرق تمام بدأت حتى يعني من عصر هيروديتس اليوناني الذي كتب كتاب على الحضارة الشرقية وفي تسع مجلدات دي بداية لدراسة علوم الشرق أيضا بدأ في عهد الأمويين أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت الدراسات بعدما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء الرسائله بدأوا يبحثون عن علوم الشرق ما الذي جعل محمد؟ ما الذي جعل المسلمين يتقدمون ويرسلون إلينا خطابات لكي نتبعهم ونكون تابعين لمتبوعين فبدأت دراسات عن الشرق وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازدادت هذه الدراسة أكثر في عهد الدولة الأموية حيث توسع الأمويون في الفتحات الإسلامية فبدأ الغربيون يدرسون من السبب وبلغت الدولة الإسلامية مبلغا عظيما نعم لا تغيب عنها الشمس ازدادت أكثر وأخذت تكون منظمة أكثر بعد الحروب الصليبية وخاصة بعدما انتصر صلاح الدين وأبطل أهداف سبع حملات أو تسح حملات صليبية جاءت إلى بلاد الشرق وخرجوا منها وبدأ الجنود والقادة يحكون عن أخلاق الإسلام وأخلاق صلاح الدين وإلى غير ذلك فبدأوا يدرسون علوم الشرق وهكذا إلى أن جاء العصر الحديث فهذه الدراسات هي أخذت جانب تنظيمي بعد ذلك وخاصة في الجامعات الغربية فبدأنا نسمع كراسي إنشاء كراسي للدراسات الاستشراقية في الجامعات الغربية يقول لك جامعة السربون فيها كرسي للغة العربية يعني قسم للغة العربية وهذا أستاذ كرسي لغات الشرقية وهكذا وهكذا إلى أخير وبعض الأقسم للعقيدة والفلسفة الإسلامية نعم لكن هناك عوامل أدت إلى نجاح هذه الدراسات الاستشراقية لدرجة أننا نحن بوهرنا به النجاح على أي مقياس آه على أي مقياس أولا التخصص لم يكن الواحد يعني حددوا التخصصات أنت يا جولد الزيهر مثلا تقوم بدراسة العقيدة والشريعة وأنت يا فلان تقوم بدراسة الفلسفة فقط وأنت تقوم بدراسة التاريخ فقط وكل يدلي برأيه في تخصصه العميق ولذلك سموا حتى الدكتوراه دكتوراه في الفلسفة يكون حاصل الدكتوراه في الفلسفة في الطب يعني أيه معناها تخصص تخصصا دقيقا في هذا الفن فهذا التخصص جعلهم ينجحون ويقدمون العلوم والآخرون يأخذون هذه العلوم باطمئنان أحيانا النقطة التي أضعفت دراستهم نقطة العدابك أن البعض منهم كان يدرس وبعدما يدرس يحركه تحركه النزعة العدوانية والنزعة العدائية فيرى الحق أمام عينيه ولا ينطق به ويلبس الحق بالباطل هنا حضرك تتحدث وكأن هذا الانحراف انحراف فردي وليس أسلم منهج للدراسات السشرقية صار ظاهرة لأن البعض يذهب إلى أنه في القلب من هذه الدراسات هو النيل من الإسلام ونبيه والقرآن وسنة الرسول الكريم بمعنى أن هذه الدراسات انطلقت أو بعضها لكأننا نكون منصفين انطلقت على هذه الأرضية صحيح هذا هو الصواب ولذلك المستشرفون في بعض دراساتهم هذه انقسموا له قسمين قسم أصابه الغلو وخرج عن الموضوعية نعم وخرج عن المنهج العلمي بسبب النزع اللي أنا قلت عليها لحضرتك كمان هؤلاء بنسميهم الغلاه من المستشرقين القسم الثاني نسميه يعني هؤلاء من المنصفين فقسم يعني منصف وقسم غير منصف هل هناك فصيل آخر بدأ على أرضية العداء ثم تحول لاحقا إلى كلمة الحق والإسلام حصل حصل أنه هناك من درس القضايا الإسلامية وهو داخل ورفع السلاح ضد النبي صلى الله عليه وسلم ويفاجأ بأخلاق النبي ويفاجأ بتعليم النبي ويفاجأ بأن أساتذة أنفسهم يعني يثنون على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيجد نفسه في أحضان الإسلام نعم وأمثلة كثيرة طيب دعنا في ذلك إذا دمت لنا وسمح أن أنا أبلحقك في الأسئلة لأن الأفكار كثيرة والوقت محدود دعنا نستعرض بعض النماذج ما بين الفريقين إذا كان متاحا دعنا حضرتك بعض النماذج التي حاولت النيل من الإسلام والمسلمين أنا حقيقة لو أحب استخدام أنهما حاولوا نيل من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينال منه أحد يعني فدعنا نجعلها كده بشكل عام حاولوا نيل من الإسلام والبعض الآخر من أنصف الإسلام والمسلمين الذين قادوا حملة النيل من الإسلام بننبه عليهم طلابنا دايما لا نقول لهم لا تقرأوا لهم أبدا بل يقرأوا لهم ما الفائدة الفائدة أنني أعرف ماذا يقول عن الأخر ما قد يكون الأخر يا أستاذ أحمد يعني دخل إلى باب العداء مني وهو لا يعرفني ويقرأوا عليه ويقرأوا عليه ويقرأوا عليه أنك مسلم لا بد أن أقعوا عليها أولا بس معنا ذلك أنه هل كل المسلمين مؤهلون لقراءة مثل هذه الدراسات؟ لا ليس الكل لأنه ممكن تزعزع بعض الأفكار طبعا الإسلام أيضا حشاء تلاحظ أنني الإسلام واضح وصريح يعني هو قوي بذاته ولكن ربما يعني القدرات الفكرية للبعض لا تؤهلهم لفهم واستيعاب ما يثار في بعض هذه الدراسات تلاحظ أنني دققت العبارة وقلت طل طلاب نقول ذلك لطلابنا أي للباحثين لكن عامة الناس حينما تعرض عليهم أفكار هؤلاء قد تثير بلبلة ولذلك أنا بعتب على البعض الذين قرأوا لهؤلاء ثم خرجوا في بعض البرامج ونقلوا أفكار هؤلاء وقدموها إلى المجتمع الإسلامي وإلى شباب الأمة وإلى الناس في البيوت ودخلوا غرف النوم وقدموا قضايا هي محل نظر عند هؤلاء وقالوا فيها قولهم ولكن القول ليس هو الحق لأنهم أخذوا هذه القضايا من غير المصادر الإسلامي أو فيها الافتراء واضح وجلي تتحدث عن بعض البرامج التنفيذية التي يقدمها أديك مثال البعض من غير علماء الدين أي طبعا هم ليسوا مؤهلين حتى للحديث أعطيك مثالا من المستشرقين الذين نالوا من الإسلام وهم يعرفون أنهم يعني ينالون من الإسلام بل حتى في بعض المواقف بيشكروا النبي كمان بس من باب إيه من باب إضاعة العسل في السم وضع السم في العسل جلد زيهر جلد زيهر هذا مستشرق يهودي ماجري كتب في أشياء كثيرة في الإسلام تخصص في علم العقائد وعلم الشريعة كتب كتاب اسم العقيدة والشريعة في الإسلام وله كتاب آخر في التفسير اسمه مذاهب التفسير الإسلامي وله كتاب في الفرق الإسلامية وبدأ بالظاهرية أولا وبدأ يدرس ويقدم دراساته عن الإسلام للغربيين منها ما يتعلق بالسنة وبدأ يشكك في أمور السنة وقد نأتي إليها يشكك في أمور كثير في السنة ويكتبها في كتبه ثم ذهب بعض طلابنا أو بعض الدارسين أو بعض من يقولون أنهم يبحثون في الدراسات الإسلامية وذهب إلى أوروبا ونقل هذه الأفكار التي قالها جلد الزهر بنفسه وصطرها في كتبه وجاء إلينا في برامج ليحدثنا بلسان عربي فصيح ويدعي أنه مفكر إسلامي وأنه باحث ولكنه ينقل أفكار الآخرين بس باللغة العربية نعم ويظن أننا لا نعرف لكن الذين يقومون على الدراسات الإسلامية خاصة في مصر في الأظهر يعرفون ذلك تماما ويوضحون ذلك بجلاء كاتب أيضا زي جب هذا المستشرق له كتابات كبيرة ضد الإسلام الفردجيوم أيضا له كتابات خطيرة ضد الإسلام فنسينك وهو الذي كتب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي واستفاد طلاب العلم المسلمين من هذا الكتاب أي والله لكن له كتاب آخر إسلام العصور الوسطى ويبدأ يهاجم النبي محمد ويهاجم صلى الله عليه وسلم ويهاجم السنة المحمدية بعد أن أطمأننا إليه طلاب العلم عندنا هو هنا بين القوسين البعض أيضا بيذكر أنه يعني أحد محاسن هذه الدراسات وأن كان ظاهرها العداء لأنها خدمت الطلاب المسلمين وعلماء المسلمين أنها قدمت لهم فهارس لبعض من أمهات الكتب المهمة كصحيح أحمد وصحيح البخاري نعم ضمن المعجم المفهرس من الكتب التي أنا أهتم بها وكنت أدرسها وأنا في الماجستير والدكتوراه وانتفع به لكن في المقابل بعد ما انتفع به اطمأنت للراجل أروح لقيه كاتب لي ضد النبي محمد ضد السنة ويجيب لي أحاديث ويقول لي الأحاديث دية خطيرة وإني لا يصح أن تنسب للنبي محمد وإني يعني هو بيكلمك كمان يشكر في النبي محمد بس يأتي بالحديث ويخرجه من سياقه ويخرجه ويبعده عن أسباب تناوله ثم يقدمه للمجتمع الإسلامي ويقول هذا هو الإسلام طب دعنا أذكر هنا من المجتمع الغربي كمان أذكر هنا واحدة من النقاط لأنها أيضا مهمة قد يتبادر لذين البعض من يشاهدك الآن ويتساءل أين علماء الأظهر الشريف من الرد على مثل هذه الأمور دكتور عبد المنعم واحد من الذين أيضا حوالوا جاهدين ومرة أخر لأنه زكي على الله بكري أنه أصدر بعض الكتب التي تحاول الرد على بعض هذه المغالطات ويعني قسمها سواء ما يرتبط منها بالقرآن بالسنة بشخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإذا هناك جهد أيضا من علماء الأظهر الشريف لست أنا فقط هذه الأمور أنا أذكر حضرتك أنك أنت موجود معنا الآن الله يكرمك نعم علماء الأظهر يقومون بذور كبير ومن علماء الأظهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر يعني له كتاب اسمه قومات الإسلام تقرأ هذا الكتاب يجمع بين الأصالة والمعاصرة كلمة فضيلة الإمام الأكبر الأخيرة في الاحتفال بذكرى المولد النووي الشريف أيضا ركز على هذا النقاط واستشهد بشهادات لبعض هؤلاء المستشرقين وعلماء الغرب نعم منهم اللي أنا ذكرته الآن برلندي شو جورج بيرند شو برلندي شو هذا الرجل شبهه فضيلة الإمام وقال هذا العملاق الغربي شوف يا أخي أصلي إحنا الإسلام علمنا إيه أن نقول الحق حتى وإن كان عدوا وحدثنا عن أهل الكتاب بما فيهم من غلاه وبما فيهم من غير الغلاه المنصفين وقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليلي نعم وهكذا وهكذا لابد أن تذكر لصاحب الحق حق فالمستشرقون ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء أنا قلت لحضرك برلندي شو جوب الفردجوم جروب ناوم وكثير من هؤلاء غلا ومع ذلك في بعض المقاطع أنصفوا الإسلام عظيم لكن أنا وأقرأ أقرأ لهم بحذر ده بالنسبة للباحثين لكن هناك من دخل الإسلام وهناك من وجد نفسه في أحضان الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله بعد أن يقرأ بعض الآيات يعني واحد منهم بيقول أنه ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب ولكن البر بأن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه إلى غير ذلك وقفوا قل لا إله إلا الله قل لماذا قلت هذا قل لأنني أرى أن هذا منهج الحياة كلها القربة والجار والفقراء والمساكين ويجعلوا عقيدة في جنة ونار هذا منهج الحياة منهج أخلاقي يا سيد الفاضل هناك فقراء للأخلاق الآن فقراء هؤلاء الفقراء يحتاجون إلى معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عندنا في بلاد الإسلام لما رأينا أن البعض أعرض عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يقرأ روايات المشهورين وغيرهم مع احترامنا للجميع يقرأ لكن انظر إلى القدوة وانظر إلى الذي يتحدث عنه الغربيون برلندج نعم دعنا نتأمل في وقع ذلك ذلك المنتج الذي قدمه المصر الشريقون على الطرفين الآخر بيئتهم ومجتمعاتهم الغربية وعلى المسلمين دعنا نبدأ بالآخر وقع مثل هذه الدراسات عليهم هل سهمت فيما يعرف الآن هذا المصطلح الذي بدأ يتبلور ونوحي تنحتا أدى ذلك إلى تعميق فكرة الإسلام وفوبيا مثل هذه الدراسات حقيقة يعني زادت من هذه المسألة إسلام وفوبيا ليس وليد الساعة نعم إسلام وفوبيا منذ أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة التي نطف عليها ودعا أهل مكة إلى أن يخرجوا وينتظروا خلف هذا الوادي ويخرج عمه أبو لاهب ويقول لهذا جمعتنا وتبدأ المعركة الفكرية نعم والاتهامات بينه وبين أهل مكة وإيه معنى الإسلام وفوبيا الخوف من الإسلام وكرهت المسلمين الخوف من الإسلام وكرهيته طيب بدأ هذا منذ عهد أبي لهب الثقافة دي ليست وليدة الساعة ودميلة هذه لشهراته نعم ثم ازدادت وانتشرت هذه الظاهرة إلى أن وصلت في المجتمعات الدولية ليست الفردية فقط إنما دخلت إلى اليهود في المدينة وتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام معهم بالأمن والأمان وعاهدوه ولكن خانوا العهد وتأمروا على قتله والمرأة جاءت لكي تلقي الحجر على رسول الله نعم بل تأمروا على قتله أيضا في غزوة الأحزاب والمعإني العريضة والميثاق الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ميثاق للمواطنة في العالم لليهود حقهم وللمسلمين حقهم اليهود أمة مثل المسلمين والمسلمون أمة مثل اليهود وأخذ يقسم حتى بطون اليهود بني كذا لهم كذا وبني كذا لهم إلى غير ذلك لم يعني يقفوا بالوفاء لهذا المساق لكن الغرب أو الآخر الآن غير المسلمين الذين يعني تشبعوا بهذه الأفكار هل أنا وحضرتك وبقية المسلمين علينا أن نؤاخذهم أو نحاسبهم لأن البعض يرى أن هؤلاء مخضعون فبالتالي لا يمكن يعني أن نناصبهم العداء أو نرفض كراهيتهم على هذا النحو طالما لم يتعرفوا على الإسلام الحقيقة أو لم يعرض عليهم الإسلام بشكل صحيح ثم بعد ذلك ننظر هل سيذهبون أيضا في عدائهم أم سيكون لهم رأي آخر هذا هو الذي يجب أن يعرفوا علماء الإسلام ويجب أن يعرفوا شبابنا قبل أن يتعرضوا للعداء مع هؤلاء نعم هل نحن قدمنا لهم الإسلام بالطريقة التي يعرفونها وأنا قلت في البداية قد يأتيك واحد يمسك السلاح ويعديك فلا تنصب له العداء مباشرة إنما أعرض عليه الإسلام نعم فربما يا أخي يكون قد عليه الإسلام وهو عنده أفكار ورثها من الآخرين جاء لك لما تعرض إليه الإسلام من شخصك أنت شخصك أنت أولا بأخلاقك أولا بمعاملاتك أولا بقيمك بالتعامل بينك ومن الذي نشر الإسلام في ماليزيا والباكستان من الذي نشر الإسلام في أندونيسيا هل في جيوش إسلامية دخلت إنما بالأخلاق وبالتعامل وبالقيم هؤلاء لم يكونوا يعرفوا أخلاقنا وقد ينصبون العداء لا يصح أن ننصبهم العداء إلا إذا عرضنا عليهم الدين ولكن حال بعض المسلمين الآن دكتور ربما لا يؤهلهم أن يكونوا هذا النموذج الذي تبحث عنه أن يكونوا صورة مشرقة بالنسبة للإسلام والمسلمين واحد من علماء الغرب اسمه دكتور جيفري لانج وهو علم رياضيات أعتقد أنه أعلن إسلامه في ثمانينات القرن العشرين عندما تستمع لقصة الرجل تشعر وكأن الإسلام بمثابة كنز أو جوهرة ثمينة لا يعرف قيمتها المسلمون أنفسهم ولعله ذكر أيضا في سياق قصته أنه عندما بدأ يستمع إلى بعض المسلمين يعني لم يكونوا مورفقين في عرض الإسلام عندما سألهم عن الإسلام وكما لمحه إذا كان أراد التعرف عليه أو ما شابه فشاهد هنا أنه ربما المسلمين أو بعض المسلمين غير مؤهلين لتأدية هذا الدور حقيقة قضيتنا عادلة تحتاج إلى محامي ناجح يعرض القضية من المحامي الناجح؟ هنا التخصصات بقى عند المسلمين تخصص في الجامعات الإسلامية لابد من دراسة السنة النبوية كما نراها الآن في عقول هؤلاء لابد أن نقدم لهم لأن أنا أعتبر هؤلاء الذين لم يدرسوا الإسلام ونصبوا العداء الإسلام أنا من وجهة نظري قد يكون مثل أهل الفترة الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا الإسلام فأنت تحكم عليهم مباشرة طيب لكن لا يعني هذا أن ينطبق عليهم لانطباق هذا كامل أنا أقول قد للتقليل لانطباق كامل ليه؟ لأن السماوات الآن مفتوحة لديهم بعض الأدوات يمكنهم من خلالها يمكنهم من خلالها يعني أنت بدل ما تعديني ابحث عني ابحث عن الإسلام وأخلاق الإسلام ابحث عن نبي الإسلام فإذا لم يبحث هذا قد يكون من هؤلاء لكن نحن علينا أن نعرض الإسلام بالوجه الذي كان يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه الصحيح بيان الشبهات منطلق هما اللي خل المستشرقين ينجحوا دراسة أيضا اللغات الأخرى درس اللغات يعني في واحدة هنا جت في مصر عاشت خمس سنوات وهي تدرس وتلتقي بعلماء الآذر وفي الآخر تعلن أن هذا الدين حق وتنصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنصف القرآن وفي نفس الوقت لم تدخل الإسلام لكن أنصفت على الأقل قالت قولة الحق طيب وكاني بحضرتك تريد تأكيد على ضرورة الاستيزادة الاستيزادة أو الاكثار أو التعمق فيما يعرف بدراسات تبحث في الغرب وأحواله على غرار الاستشراق بما يعني الاستغراب لا بد أن نقوم بدراسة علوم الآخرين كما أن هناك استشراق وهم يدرسون علومنا ويتعلمون لغاتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا لغة هؤلاء من تعلم لغة قوم أمين شرهم ونمازج من الصحابة الكرام تعلموا اللغات وكانوا دبلوماسيين وكانوا مترجمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عباس ومنهم جابر بن عبد الله ومنهم الكثير من الصحابة الكرام الوقت يمضي سريعا لدي كم فكرة كده أريد ترحى على حضرتك أيضا نأتي إلى الطرف الآخر مردود ذلك ما أنتجه وقدمه المستشريقون على المسلمين يعني هل زعزع من ثقتهم وإعتقادهم بشكل أو باخر في بعض الأمور هل نال من الإسلام وتعاليمه بشكل أو باخر الإسلام فيه قوة ذاتية تحمي هذا الدين ولو لم يوجد هناك مسلمون ده أول شيء إحنا مش هنقدر نحمي الإسلام إحنا نعرض فقط ونقدم فقط لكن أنا عندي قضية مسلم بها إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له إيه لحافظون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطمئن إطمئنانا حتى وإن ناله الآخرون إلا أن الله تبارك وتعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين فنحن في إطمئنان تام لكن لا بد من تعقب الشبهات التي يثيرونها أو أثاروها في كتبهم ثم نقلها الإخوة الذين يعني يجعلون أنفسهم تلميذ لهؤلاء إلى بلادنا يعني مثلا نجد أحاديث تتكلم في قضايا عامة وتعرض على الناس ويقال إن هذه الأحاديث كاذبة وهي أحاديث صحيحة وكل يوم يخرج علينا واحد يقول كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله أو جئتكم بالذبح أو جئتكم بالذبح هذا كلام لم يقوله رسول الله وأنا أقسم أن رسول الله قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن أنتم نقلتموه كما قال الآخرون وقالوا للغرب أن هذا الكلام محمد ليس رحمة للعالمين حشاه صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليقتل الناس أجمعين لماذا أقسمت أنا هذا لأن الوقائع والقرائن تثبت أن القضية ليست قضية عامة وليست كما تم طرحها أو تشويهها على الإطلاق على الإطلاق حديث أمرت أن أقاتل الناس في البخاري ومسلم في كتب الصحاحة لكن اقرأ أقوال العلماء يا أخي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفا ليتفقه في الدين ولينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم اسألوا أهل الذكر أولا أمرت أن أقاتل الناس اللام هنا للعهد في اللغة العربية والعهد يعني معناها نسمعهودين ومعروفين نسمعينين وليس جميع الناس فقضية كان لها وقع خاص وهم كفار مك كذلك قضية الذبح نفسها وقبل نترك هذا الحديث وأنه طبعا غير متخص في اللغة زي حضرتك أظن أو أعتقد أنه أقاتل تختلف تماما من المفاعلة عن أقتل مقاتلة لما أقول أمرت أن أقتل إنما أقاتلني أقاتل يعني حتى وزارات الدفاع الموجودة ليه مقام وزارات الدفاع دي دفاع بترد إذا قاتل قاتلوا وهكذا إلى فالقضية ليست عما إنما خاصة بأهل إيه بأهل مكة الذين أرادوا قتل رسول الله وتآمروا عليه لكل حديث ولكل هدي من هدي اعتباراته الخاصة دي يقررها ويشرحه العلماء وعلماء اللغة الغريف في الأمر قالوا خذوا القرآن واتركوا هذه الأحاديث طب تعال للقرآن ويكلم الناس في المهد وكهل سيدنا المسيح عليه السلام بالله عليك الناس هنا جميع الناس ولا الناس اللي هم اليهود اللي اتهموا أم مريم أمه مريم عليه السلام أمرت أن أقاتل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا هل مقصود جميع الناس يبقى أن تأتي تقول لي إزاي الأحاديث تقول أن النبي محمد يقتل جميعنا من الذي قال هذا؟ ألف باء من يتصدى لمثل هذه الأمور أعتقد أنه لابد أن يكون يعني يمتلك نصية اللغة كما يقولون لأن اللغة هنا هي الأداء المهمة جدا في شرح أمور كثيرة قرآنا عربية اللي عليهم إيه؟ يعقلون طيب قضية الذبح أيضا أنا شفت واحد والله يطالع في في أحد البرامج كده على الفضائيات ويقول هذا كلام هذا يتقال صحيح الإسلام احزئ يا رجل ابتق الله يعني جئتكم بالذبح حديث صحيح في مسند أحمد لكن انت شفت الواقع كانت مع مين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطوف في الكعبة وصنضيد مكة عوزيني يغضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يلقون عليه يتغامزون على رسول الله وإذا مروا بهم يتغامزون فتغامزوا به في أول مطاف رؤية ذلك في وجه النبي صلى الله عليه ده انت لو مش في الطريق وواحد تغامز عليك بتتضايق يا أخي فسكت الرسول في الطواف الثاني نفس الطريقة زادوا فسكت الرسول في المرة الثالثة احمر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عند هؤلاء من هؤلاء أبو جهل أمي بن خلف عتاولة الكفر في مكة قاعدين في المشهد ده وبيرموا على رسول الله وبيرمزوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة ألا والنفس والذي أمرني بالحق لقد جئتكم بالذبح أي أنتم الموقف نفسه وليس لأهل مكة جميعا فكيف تقول أنه النبي جاء بالذبح وهنا عارف بعد الموقف ده عملوا ايه بدأ المكان يعني أسود صاروا يعني يرتعش ترتعش مفاصيلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العصب يحكي القضية بيقول بدأوا يتوددون للرسول الله بعد أن أظهر العين الحمراء لهم إن صح التعبير وهناك تفتيرات كثيرة أخرى في هذا السياق لكن النقطة المهمة يعني التي ربما توقف أمامها دكتور عبد المنعم إذا ذنت لنا أمام هذه المغلطات وأمام هذه المحاولات المستميتة للنيل من نبينا الكريم أو من الإسلام وسنة نبينا الكريم كيف يمكن قراءة التاريخ الإسلامي أو كيف نقرأ التاريخ الإسلامي وبشكل أكثر تخصصا كيف نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبشكل أكثر دقة ودقة كيف نقرأ يعني ما ما قدمه لنا علماؤنا من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما وقفه وأحاديثه إلى غير ذلك أتحدث على أنه هناك مغلطات زي ما حرك أوضحت فكيف للشباب الآن وأنا أتحدث هنا عن العامة ليس على العلماء أو طلاب العلم في الجامعات الإسلامية المختلفة هل هناك من ضوابط ما حدرت أنصح بيها في قراءة تاريخنا أول حالة هذه الضوابط ذكرها للقرآن الكريم أهل التخصص فأسألوا إيه أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون القضية الثانية يراعى أو تراعى أخلاقيات المجتمع وقيم المجتمع وضوابط المجتمع وتعليم المجتمع لا يصح أن تكون الغراء الدينية أو القضايا الدينية خاصة الشائكة التي عليها بعض الأمور تحتاج إلى توضيح لا يصح أن تكون محل حديث لبرامج التوكشوب وتظل طواحين الهواء من العشاء إلى الفجر تعرض هذه القضايا ويقدمها غير المتخصصين هناك يعني فضائيات بتعد ناس غير متخصصين ليقدموا الوعي الديني للمسلمين وهم يعني ليسوا في بلادنا وبيأتوا بأفراد من بلادنا يتعاقدوا معهم ويقدموا برامج التوكشوب للحديث عن الإسلام بالله عليك يعني فضائيات غير إسلامية وغير عربية وغير مصرية حينما تقدم للشباب المصري الإسلام كيف تقدمه كيف تقدمه لابد أن نثق في علمائنا وأن نثق في مؤسساتنا وأن نثق في تاريخنا لابد من التعاون التام بين المؤسسات في بلادنا بالذات وزارة الثقافة تتعاون مع الأزهر الشريف وزارة الإعلام تتعاون مع الأزهر الشريف وزارة الشباب والرياضة عام الأصغر الشريف لتحديث الفكر الديني وتقديمه بالصورة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك الشباب سيضيع مننا نهتم بسفاسف الأمور ونترك جواهر الأمور القضايا الآن يا أستاذ أحمد مشكلتها التطرف والإرهاب والمشاكل دي كلها سببها قضايا دينية ومن الذي أثار هذه القضايا أكثر هذه البرامج التي تثير كل يوم ترى إيه الباحث في الدراسات الإسلامية الباحث الفسفوكي الباحث السياسي إيه ده ناشط وبدأت هناك أنشطة يقول لك أنا من حق أسأل في الدين حضرتك بتنصح بأنه يعني نعرض عن هذه البرامج أو معنى آخر قبل أن نستمع لأي شخص ننظر من الذي يقدم ابن حجر قال هذا الكلام وغيره من علماء الأمة إن هذا الدين سلعة غالية انظروا ممن تأخذونها من صح التعبير أو كما ورد ذلك عن بعض الولماء يعني يجب أن نعرف من الذي يحدثنا من الذي يكلمنا ما تخصصه يا سيدي أنت لا تستطيع أن تكشف على عينك إلا عنده متخصص في علم الأبدان فما بالك بعلم الأديان ما ينفعش أي واحد يقدم لنا الدين وخاص ده صبيغي يوم ما قال خرج في السوق في عهد سيدنا عمر وأخذ يسأل الناس ويقول لهم ما الرحمنه على العرش استوى ما يضل الله فوق أيدي وصار بلبلة خدوه وقدموا تقرير لسيدنا عمر وقالوا أن الرجل ده أثر بلبلة في السوق مسكوا عمر وعطلوا ضربتين على دماغه فبيقولوا تضربني ليه؟ قالوا هلا أتيت إلينا لتسألنا؟ أنت رايح تعرض أفكارك على العوام الناس ما عرفوش وتسيري البلبلة وتقول لي أنا بجدد الخطاب الديني منفعش هذا الكلام من صح التعبير يعني فلما ضربه طار صبيغ هذا أو صبيغ هذا طار إلى البيت بعد أن شجهه عمر ورجع بعد ثلاثة أيام فقالوا له ماذا فعلت؟ سألت عمر فضربك بالضر بتاعته وما جاوبكش قالوا سكوت أحسن حاجة أنه ضربني قالوا ليه؟ قالوا والله لقد كان في رأسي وساوسة كثيرة لم تطهرها إلا درة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بسبب أن عرض الأمور على العامة لا يصح عرض القضايا التي تهم المجتمع وتؤدي إلى تناسق المجتمع وتضامنه على الشباب من غير المتخصصين ستؤدي إلى هزة فكرية والفكر لا يصحح إلا بالفكر عظيم أنا بشكرك شكرا عزيزيلا يا دكتور وساعدنا بجد حضرتك معنا وإن كان لدينا بعض النقاط لم نصل إليها لكن لمحدودية الوقت لعل الله يجمعنا بحضرتك مرة أخرى في لقاء يكون ممتد ونطرح الكثير من هذه النقاط ختمنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا للموصول لحضراتكم الأسبوع القادم حول الله تعالى يتجدد اللقاء وموضوع جديد نناقشه معكم في فقه الحياة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة